موسيقى شهدنا الكرام أتعاد الله أو قاتلكم مرحبا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامج الجزائري وطبعا حصها مئة بالمئة كرة القدم سوف نخصصها لأبرز القضايا الكروية دائما كما عودناكم طبعا أبرز الشخصيات الكروية في الجزائر ستكون حضرة معنا في حصة الجزائر يافوت واليوم نتشرفه باستضافة سيد عزدين أجودي مدرب شبيب القبائل مرحبا بك سيد مرحبا أخي سيد مرحبا في حصتكم شكرك على حضورك شرفنا بحضورك في حصة الجزائر يافوت سيد معمر جبور إعلامي جزائري شرف كبير أنكم ليوم تواجهت في حصة الجزائر يافوت مرحبا بي شكرا بك سيد شكرا بحضورك على حضرك اليوم معنا فاتح عبادة صحفي بالقسم هذه في قبل لجزائر يافوت مرحبا بي شكرا يزيد مرحبا الدخوفنا الكرام سيد عزدين ونطخامي معمر جبور هذين اعباوي يلا جدال يعيش قبل القسم الذي يقدم لجزائر يافوت مرحبا بي مرحبا يزيد والسلام عليكم إن شاء الله ثوفيق في الحصة هذه كما كان يقول عزدين أي جودي هذي حصتكم لا هذي حصتكم وديل كل جزائريين إن شاء الله حتى نشبع رغبة مشاهدين الكرام بدون إطالة رح مباشرة إلى أول فقرة من حصتكم الجزائرية فطبعا صحة فاشو البداية رح تكون بتنقل المنظمة الوطنية للإعلاميين الرياضين الجزائريين إلى مقر الاتحادية لملاقات رئيس الاتحادية الجزائرية لكورة القادمة سيد خير الدينزوتي ربما الكثير طرح تساؤلات واتهم بعض الصحافة الرياضية فيما يخص بعض القضايا ونشوف تصريحات الإعلاميين وكذلك رئيس الاتحادية ثم نعود أن تكلم على هذا الموضوع سيطاق الخير الدينزوتي ويستثناء الأنستخدم سيطاق خير الدينزوتي ونشوف تتغيير ديانزاه تساؤلات نحن نظرة الشيخ ينطع في الاتحادية ليحصول جزائرية ومن المبارسة المعارسة المتفقية ومن المبارسة المتفقية أنه يقوم بمتفقه ومن المتفقه ومن المتفقه ويأتي بأنك ذلك في مدينة الفوطبول ويقبنا في نفسها المنظمة الوطنية الصحفيين الريادين الجزائريين تقدمت باقترحات للإتحاد الجزائري ورأيس السيد خددين زدشي التزامة لا أقول تنفيذ هذه الاقترحات وإنما بمساعدة واتخاذ كل ما يمكن أن يساعد الإعلاميين في تقديم مهام ونحن نضع شركة التجارية للغادرية ونقارب رائع كنت أمي ، المعدي أصف الامر الجبوب والجليزيخ ، لكن من الاشتراكة المعدي ثم ن linguطق نحن مدد من تأكد من نتطراك ونحن مدد من خلال أشكوات متواجع ونقارب الربرس ونظر السجد أخرى سيارة قد تجيز عن تبدأ الكون في مدد من الجزء والستطاق ورغض اطلق عندما يتبقى نمس مدد من دلست من المدد من طالات التجارية إذن الصور كانت من الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم جلال فتح ربما صلب الموضوع في هذا الاجتماع كان قضية ناخب الوطني سيدة لابحمها جاري يوسي إعلامي سيدة معمر جبور يلا تفضل تفضل جلال قلوا يزيد أنا نقسمه يعني وش يعني كان أتولاد الماضي الاجتماع اللي كان في مقارة إتحادية نقسمه إلى قسمين وإن مسؤولين للإتحادية قد تكلموا مع المنظمة وقال أن اللعبين المحترفين الجزائريين عندهم مشكلة يعني راح تلهم نقلوا الثقة مع الصحافة الجزائرية إتحادية قاتل كان للعبين المحترفين عندهم مشكلة مع الصحافة الوطنية الجزائرية نقول بسفتي إعلامي نقول أن إذا كان إعلامي واحد أو اثنين أو صحافة أو صحافة يعني ميديا يعني جورنان أو لحاجة لعنده مشكلة مع اللاعب ولا ما لزمش نعملوه إلى كل الصحافة الجزائرية لأنه إحنا نعملوه لهدف واحد وهو يعني يكون مصلحة المتخب الوطني الجزائري من جهة أخرى شفنا كما تكلم يزيد أن هنا كان قصد كبير من اجتماع حول قضية سيد معمر جبور ومع الناخب الوطني ربح ماجر وين كانت هنا لك مبادرة للصلح بين تونائي مبادرة للصلح بين تونائي معمر تدبو قبل ما نحق المبادرة للصلحة لأنه في كثير من الكلام سيد رئيسي تحدي يقول كافية متى ديراباج انتر ربح ماجر مسير ربح ماجر مسير معمر جبور هل أنت مفترض؟ هل أنت موافق لهذا الكلام أو في رأي آخر؟ أقرب toه خاص儀 رحمة مشاره أن وسيسك ده جولة مع الأمر انترق لكم ماذا و�مون هلäre؟ هل هنا لكم لا نزح Wat لا ينتظر لا هل على د Brus公 من الأبوذر لسي Carib لقد تتحطبت القرارة لا أحد أيضاً، لا أرودت لن توقفني سمحة، لا أريد الإضاء وضعاً، لم يكن في كتابة، كان مستغرار رائع، لا أحد جودي، ليس لن أحاولك، ليس لن تلك الجنة، أسابقاً، عشقاً، توجد الذين حريث، توجد الثانياتي الاستخدار، توجد الإنتابات الوصصية، توجد الملصة وهو العقائقية في سناولات المثال، قد يوجد المنفيذ، لديك المدينة في تأثنون مشاولة مدة، كما دوم نفعل هذه الاعمال وتثبت لمشاولة احداث ولو غير كامل دائما كلمة. لا سترحلوا أن يبدوها، لكن يلاسكي روايقًا، دائماً من 1984، في الأنبياء، في الهداد الوزن من أسكار Switzerland، وكبرَه آزار ، كانت تجارة تلا ΣهرPاءً. كبرَه آزار. لا أعصب النادي مشاولة. لكن c'est arrivé c'est regrettable, c'est sûr en plus il n'y avait pas de quoi en faire une montagne même la question qui avait été posée elle était quand même bon, maintenant c'est fait, c'est fait à l'avenir, est-ce que ce type de réunion règle les problèmes il n'y arrive même pas les problèmes je pense en termes, quand on va dans une conférence de presse on doit être prêt à avoir toutes les questions possibles et inimaginables on n'est pas là pour pour, disons, faire beau dans la salle, pour faire plaisir on est là pour poser des questions après le seul problème qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes même chez les journalistes, il y a beaucoup de fantasmes c'est Noury, non, parce qu'il a posé telle question on pose les questions pour être, on est une courroie de transmission entre l'opinion et les acteurs sur ce point, j'ai envie de te poser une question on dit sur Al-Bla-Arabia qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a une question d'avoir une question c'est-à-dire les questions de Mahmoud Djibour c'est des questions provocatrices je sais, j'ai travaillé avec toi mais pourquoi aussi bien l'entraîneur national que certains on a vu ça sur les réseaux sociaux il y en a qui disent Mahmoud Djibour pose des questions provocatrices je vais vous dire les réseaux sociaux c'est bien et c'est pas bien en même temps parce que vous avez de tout c'est quoi quelle est la question provocatrice ? quand lors de la dernière conférence de presse la question est adressée à Mahmoud tous ici autour de ce plateau on s'interroge il y a une interrogation comment une équipe qui était en 2014 qui a fait un super mondial qui a tenu tête aux futurs champions du monde qui est sorti avec les honneurs subitement elle perd son football elle perd complètement son football c'est pas Madjer qui est incriminé là-dedans ni l'entraîneur national la deuxième des choses on veut avoir essayé de comprendre et la chance qu'on avait et tous ici de mémoire est-ce qu'on a déjà vu Mahrez sur un point de presse ? non jamais c'était la première fois alors il était intéressant de connaître et d'avoir l'avis d'un des acteurs qui était présent depuis le mondial et qui a fait tout le parcours avec les verts Mahrez si vous le regardez parce que j'aime bien qu'on parle football un peu quand on le regarde c'est plus le même Mahrez qu'on avait en équipe nationale c'est pas le même Mahrez qu'on voit à l'Esther donc on est en droit de s'interroger est-ce que c'est ce qu'on lui demande qui fait qu'il ne réussit pas on n'a pas le même Mahrez c'est tout ça mais il n'y a pas comme je le dis toujours il n'y a pas de question idiote il n'y a pas de question provocatrice il y a simplement des questions qui se posent à l'instant T voilà maintenant si on n'ose pas poser les questions ça c'est un autre débat un journaliste doit avoir un courage parce qu'il a travaillé à mettre à ce qu'il a dit attendez je le dis toujours que ce soit en sport que ce soit en politique que ce soit en culturel là où on va dans les différentes rubriques vous allez vous poser vos questions après les réponses c'est pas vous c'est celui c'est interlocuteur là on est bien d'accord Amr t'a dit tournez la page tournez la page bel musalaha ou la bidul musalaha non attendez moi je dis on n'est pas un couple d'abord d'accord on n'est pas un couple d'accord pour divorcer marier non on n'est pas un couple il y a eu ce qu'il y a eu on ne va pas revenir là-dessus je resterai dans ma fonction de journaliste il restera dans sa fonction d'entraîneur je serai à la prochaine conférence de presse et je continuerai à poser des questions pour moi il n'y a pas de question provocatrice je poserai des questions liées à l'événement liées à la conjoncture et ça s'arrête là pour le reste je le dis comme je le pense si l'entraîneur national vient et me salue je le saluerai c'est la moindre des choses et c'est dans l'éducation comme ça s'il ne veut pas me saluer et ça s'arrête là ni plus ni moins je vais vous dire Azdin Aïdjudi est là il y a eu des moments on a eu des moments tendus les deux non non mais avant on a eu un moment tendu les deux un jour Azdin Aïdjudi est au Maroc d'accord et je pense qu'il s'en souviens il voit où je vais partir il est entraîneur de l'équipe olympique oui ou non c'est vrai 2012 oui il y a Ali Lozic qui va le rendre visite je l'interview avant l'arrivée d'Ali Lozic et je lui dis mais est-ce que vous trouvez normal il s'en souvient Azdin oui il me dit oui c'est très bien qu'Ali Lozic soit là et tout malheureusement le scénario ne se passe pas comme on veut je le chope au téléphone à la descente d'avion oui ou non oui et il me dit alors voilà ça s'est mal passé Ali Lozic voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé on s'est fait éliminer oui je lui repasse l'enregistrement que j'avais gardé que notre réalisateur avait gardé de sa première déclaration et pourtant Azdin on se connaît je se termine Azdin je le connais depuis 30 ans oui je ne suis pas il est arrivé on prend des cafés ensemble on mange ensemble et tout mais après il y a la relation boulot oui oui voilà après ça peut lui faire plaisir ça peut ne pas lui faire plaisir votre professionnalisme non c'est même pas c'est l'auditeur l'auditeur qui a entendu la première déclaration de Azdin et il entend la deuxième il y a une contradiction il dit si je ne pose pas la question que ce soit moi ou quelqu'un d'autre avec vous si vous ne posez pas la question c'est qu'il y a quelque chose que vous avez raté au passage c'est vrai moi je regrette ce que je regrette j'ai vu et je le dis sur une chaîne française on essaye de parce que bon le journaliste français s'informe ici et là il va prendre l'information qu'on lui donne on veut vous caser vous mettre dans des cases d'accord ça je le regrette c'est pas parce que avec Azdin on a mangé ensemble on s'appelle et tout que je ne fais pas mon boulot il fait son boulot et je fais mon boulot et ça s'arrête là non il ne faut pas être hypocrite avec monsieur l'ancien président de la fédération angéenne du football il y a eu des moments de tension de tension il y a eu d'autres moments où les choses se passaient le plus normalement du monde d'accord je ne suis pas l'avocat ni le défenseur de Mohamed Al-Awarawa il a fait des choses bien comme il y a des choses qui n'ont pas été faites par exemple je suis de ceux des journalistes et nous l'avons critiqué on l'a dit quand il y a eu le départ de Rajivak les choix qui se sont faits c'est des choix il fallait attendre et on l'a dit maintenant vous ne pouvez pas que vous le vouliez ou non vous rencontrez les personnes vous avez des affinités mais comme dirait l'autre Mohamed Al-Awarawa était dans son rôle de président je suis dans mon rôle de journaliste des relations vous les avez avec Y vous ne les avez pas avec Y mais ça s'arrête là vous vous êtes journaliste vous avez bien des relations avec tel entraîneur un peu plus d'affinités avec celui-là qu'avec l'autre mais vous n'êtes pas là pour le servir ni son porte-parole c'est tout et vous allez avancer dans le temps et ça se passe comme ça or chez nous on veut vous mettre dans des cases bien sûr rappelez-vous vous voulez aller sur cette question-là les archives sont là oui merci moi je me souviens qu'en 2013 toute la presse nationale toute je dis bien à l'unanimité à l'unanimité c'est pas moi qui le dis c'est les écrits qu'est-ce qu'il disait concernant Al-Ilozic qu'est-ce qu'il disait tout le monde disait qu'Al-Ilozic doit partir la fédération a maintenu le cap 2014 qu'est-ce qu'elle disait la presse après son passage catastrophique un ratage ça a été un terrible ratage d'accord peut-être que c'était pour lui un objectif intermédiaire il suffisait d'expliquer de dire ça a été un ratage la presse elle demandait le départ oui ou non oui tout le monde demandait le départ oui c'est vrai 2014 au mondial qu'est-ce qu'elle demandait la presse le gardien d'accord qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui d'Al-Ilozic vous parlez ah Al-Ilozic c'est meilleur entraîneur merci donc c'est pour vous dire tout reste subjectif c'est du football la relation qui est parce que certains vous diront mais oui mais on n'a pas parlé de Gourcuf moi je vous dis pour moi Gourcuf a fait un super parcours je vous le dis je le maintiens c'est mon avis Gourcuf a mis en place un projet de jeu allez poser la question aux sélectionnés ceux qui disaient à l'époque pour moi c'est une méconnaissance du football après chacun c'est le football il y a des avis divergents que je respecte non Gourcuf ça a été une erreur de classique c'est le meilleur entraîneur qu'on ait eu pour moi c'est le meilleur supérieur je vous le dis supérieur à Vahid Ali Lozic parce que porteur d'un projet de jeu et on a vu les résultats rappelez-vous les gens qui disaient c'est quoi ça 7 à 1 mais c'est de petites équipes il fallait gagner il fallait gagner non c'est vrai non c'est la réalité en plus en plus en plus on a dit qu'on a dit qu'on a dit Gourcuf il a dit non peut-être que c'était le seul entraîneur qui avait un projet de jeu et vous savez le gros regret et c'est là où par exemple avec l'ancien président on n'était pas d'accord et je l'ai dit je l'ai fait savoir c'est que quand le projet de jeu a été compris par les joueurs quand ça y est c'était bien c'est là où il est parti c'était là parce que pour moi le 5 juillet vous savez le dégage du 5 juillet il n'y a pas là vas-y allez-y coach je te dis il y a une question de la salle de la salle c'est-à-dire que ce soit pour l'entraîneur national qui était peut-être l'installation était tellement rapide que peut-être il s'est vu critiqué je pense que ça va lui porter une bonne expérience un bon scénario qui peut être parce que peut-être que l'expérience de la salle quand tu es responsable elle est différente qu'il te connaît son club ou la blablabla blablabla je pense que M'ammar c'est l'un aujourd'hui des meilleurs journalistes sur la scène il n'est pas plus ancien mais on dira l'ancien on dira l'ancien mais je connais vos compétences M'ammar simplement M'ammar je n'ai pas je n'ai pas de différent je vous le dis et je vous regarde je n'ai pas de différent avec l'entraîneur national puisqu'on est on 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 est chacun est dans son rôle c'est dans des rues on a contacté M. Magère à plusieurs reprises et on va se réunir avec nous tout et on est c'est 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 حتى كل واحدنا تعطيه حقو بشميك وليس الجمهور اليوم عمر جبورة وحضروا معنا ما جاري نيباله ولم يكون مكالمات تصلنا به خطرتين تصلت به له البارح وتصلنا به البارح أنا أقولك aujourd'hui هناك دو ماتش دو ماتشي صنديب نتمنى ولو ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ثم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اقول ان شأة 루� Turam ان شاء الله الآن أن شاء الله ابراحمة ان شاء الله ان شاء الله لم يكن من الشاء richel haven ان شجزوا ان شاء الله لما كان استثلوا أنه لا أسأل الناسي وقضى لي نسيدي جميعًا ما كانت أغناله قم بتعليتي يضافي و من في السيارات كان حديث و من أختي بالمناسبة و ويفهم الوضع. إن شاء الله سيئلا بل ميو. ربما الجمهور اليوم معمر يقولنا كانت انتقادات كبيرة عن م. ماجر. هذا رأي الجمهور. كيف شوف انتقادات هالترأك انتقادات عادية أو تمادينا في برد الأحيان انتقادات سيدربح ماجر. كل صلاة. ستا دير. هل ستقوم بحثة المترجمات في الكريتك مع ماجر؟ ماجر. ستقوم بحثة. للغتريا والضعراحة. كيف الاعتران. كيف هذا الع вы Luشيه заотقانات الواضحة/. أبدا للتغرف التعليمات الواضحة گزة. ك clue أن Gatherer الإنشاء على التعليمات. لقد exemption – الاستقل المعاف مسحة Three Rankers. فتحة. كيف هذا العادة في السيق Readers. Wild interview – كيف يستققى مجمو problem الاظتنان الواضحة؟ حسنا هذه المحافرة في الفي المبات ليس متطروا كلتنا مسحة. من قد يكون جيدا معكم. Donc on a posé les questions. L'entraîneur national a répondu en conférence de presse sur certaines questions. Sur d'autres, il a élu des questions. Mais ça s'arrête là. C'est le jeu des questions-réponses. Oui, la veille de la conférence, soi-disant, vous l'avez sévèrement critiqué. Est-ce que c'est vrai ou faux ? La veille du match ? Non. Après Nigeria, je pense. Après Nigeria ? Entre Nigeria et Centrafrique. Non, je ne sais pas. Après Nigeria et Centrafrique, il y avait eu deux aspects qui avaient été posés et toute la presse avait posé. C'était suite à ces déclarations. Je n'ai rien inventé. Rappelez-vous, à Constantine, il y avait eu le cancer. L'entraîneur national avait dit changement tactique. Moi, je ne voyais pas de changement tactique. Je le dis tel quel. C'était du poste pour poste. Abdelawi est rentré. C'était cette question-là. Et j'avais parlé de l'équipe du Nigeria. Il y a des faits. Maintenant, c'est blanc. Je ne vais pas dire que c'est noir aussi. L'équipe du Nigeria qui avait été alignée, c'est l'équipe. Mais parce que Guernat Rohr, dans sa perspective, c'était de préparer le match contre l'Argentine. D'accord ? Donc, il y avait fait reposé. Mais voilà, c'est des questions. On a le droit de se poser des questions. Donc, c'est les seules questions. Mais Amr, il y a des gens qui ont été le premier, qui ont été le premier, qui a 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 été le premier. Tous autour de cette table, on a le même passeport. On a le même drapeau. On a la même équipe nationale. Tous autour de cette table, on fait notre travail de journaliste. Donc, l'appréciation est laissée aux téléspectateurs qui vous regardent, à l'auditeur qui m'écoute, aux lecteurs qui me disent. Après, les leçons, merci. Moi, je dis, personne n'a le droit de me donner de leçons de morale. Les moralisateurs, je connais. Faites ce que... L'exemple m'échappe, mais c'est très simple. Celui qui me donne une leçon de morale, premièrement, il devrait se la donner à lui-même. Il n'y a pas de leçon de morale à donner à X ou à Y. Il suffit de se lever ce matin et de se regarder dans la glace pour savoir ce que j'ai fait ou ce qu'il n'y a pas. Donc, ça s'arrête là. Là, je suis d'accord. Moi, il serait inconcevable qu'autour de cette table, nous, non, il y a des idées, vous défendez, vous êtes convaincus, vous n'êtes pas convaincus. Vous devez argumenter ce que vous dites par l'argument. C'est tout. C'est idée contre idée. Et ça s'arrête là, dans le respect des uns et des autres. Parce que le respect, là, par contre, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Tout simplement. Ce n'est pas obligé de m'aimer, mais tu es obligé de me respecter. Je vous respecte comme vous me respectez. Après, ça reste un débat d'idées. Vous savez, le football, c'est quoi le football ? Le football, c'est d'éternel débat et ça ne s'arrête jamais. Et c'est ce qui fait le charme et la passion de cette discipline et du sport. En plus, ce n'est qu'un jeu. Alors, enfin, bien un vainqueur, un vaincu et point la ligne. Une fois, on n'est pas couture, M'ammer. C'est toujours lui qui pose des questions. Moi, je vais lui poser une question. « Oui, geg Williams, on va vous expliquer. Dans les昨mes derniers, j'ai accès bien, en une semaine, il futailleurs, il y a des trois commissions de plein hair l'entranceur dans le pays. Et il y a des gens qui veulent faire connaître et des origines voulaient vers qui te configuration des kabures potentielles qui ont des Kinda variées difficulties ou des couchesAB스�iques spécifiques c'est Éc ruiné des vulg disgu tiver puis-à-je توقيت الارياضي يمنح للمشاكل Yu simباتات من المتعلقة في بعض الناسية ومن المتعلقة في بعض التقليل من الأجراء لكن يازيد يجب أن يتحدث عن هذا المتعلق وخير وقبير بحيث عن هذا المتعلق تبع الناس ومع المتعلق حسناً حسناً سيداً قبل أن نصل إلى نقطة لژالل معامر كيف حدثت تفعل الإعلامي أو صحفي بعد هذا الحديث لأنك تتحدث معنا في الكواليس وأنا أيضاً أعتقد أن... — Je vais vous dire. J'ai reçu beaucoup d'appels, ce qui est normal. Les gens vous appellent, le message de solidarité des uns et des autres. Il y a eu des confrères qui m'ont appelé, par solidarité. Il y en a d'autres qui ont eu des navets divergents, mais c'est leur droit. لكن هذا لا أعتقد أن ألأسا على إعادتك. إذا أجل، لا أmeterدي على جدًا، لا أستطيع أن تجدًا، أن أقول أنك أصحك بخير، أنت الشعب، أنت إذا تجدًا، سيدي، سيدي، ونحن ذات عدة، لكن أيضًا، أحدهمهم لا يحفظون. وهذه الأسفة أن أعرف لا أعدل ذلك. أتفضbar的 لديه نوعtag عندما نفسه cience بقول أهلا مثlasse ليس بالمهмат نفرين تستم ركز leather لكن طبع BETو كيف السير أهلا نهام عنك نهائم نهائم يجل ركز كف لا願 Blavis المترجماغة ash سوف نتعطي. 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 سوف نتعطي إلى موضوع آخر. قبل أن نذهب إلى حدث الأسبوع نتكلم مع شابهة القبائل مع المدرب سيد عزدين أيجودي. في جالال في جاردة كمبيتشان فيك نيوز أو لا. ربما. نحن الجاردة طرحت تساءل. قالت شيخ جالال وهو 980 مليون. 488 مليون للشهر للمدربة الوطنية. بعد أن نطرحت سؤال عليه في ندوة الصحفية. على نظر. نظر هنا. ما لابناج فاكو أو لا. ما لابناج. ما لابناج فاكو. كما لابناج فاكو ألا نظر المصدر لذلك كما انطرحت هاتي في ندوة الصحفية الأولى سيد رابح ماجر أنا بالنسبة لي في ندوة الصحفية أنا كصحفي أرى كل اتحاديات في العالم كل الاتحاديات في العالم يعني كلما مدرب يمضي طاقم فني يعطوا الأرقام كم يربح المدرب هذا حتى اللاعبين جريدة كمبيتيش وعطتنا الآن سعر آخر لأجر التناخب الوطني الآن هي التي تأكدنا في انتظار الهرد من سيد خيردين زتشي خيردين زتشي في الندوة الصحفية لما كان الكاراس في سؤال لي كان صريح وعطانا لصالتها للسيد الكاراس وحصول أني تستخدم درايب وتستخدمين تخدمين لتخفض ويقع وفي سؤال التناخب يستخدم من الأحكار لا يوجد مستمع لا يوجد مستمع لا يوجد مستمع لا يوجد مستمع على هذه المروض الجمع لدينا الزائر. منظر التعليقات و الفيديو العملية. في مملكة تتقلل أيضاً. لذلك لا يوجد التحليقية في طرق المساعدة. لا يوجد هذا التعليقات. هذا أمر جيد من المفترض. العملية ! مملكة أفكار العملية ، يوجد تحليق دائر حالي حالي تحليقًا. شكراً لا أقل. نعم طريق صور على طرق مرة أخرى. شكراً على بطريقة أخرى لكن ولكن اخذينا بزيف الوقت في قضية الإعلامة مع مردز برح مباشرة إلى حدث الأسبوع اللي هنتكلم فيه على شبيبة القباء اليوم نشرف بحضور المدرب مدرب إداري، مسير، ملاجاد، ملشيو جياسكا عزينا جودي يلا حدث الأسبوع بعدها مباشرة الفتياء موسيقى كثيراً ما تخبطت شبيبة القبائل في دوامة المشاكل التي طرقت باب الشبيبة لتعمر ببيتها وتجعلها تتآكل من الداخل خاصة أن الغسيل الوسخ للكنري كان ينشن خارج أسوار الفريق لكن اليوم وبعد فترة سوداء لتخط صفو النادي دقت ساعة التغيير التحاق المدرب الجديد عزينا جودي بالنادي كان أول خطوة نحو التجديد ماجي أون عبر عن رغبة الإدارة في نفخ روح جديدة في العارضة الفنية للشبيبة إلى جانب المدرب الإدارة هي الأخرى تعتبر جديدة العهدة فرئيس جديد ومكتب جديد حل ببيت الكنري وفي حوزته مشاريع عديدة ورغبة حقيقية في قيادة سفينة الشبيبة إلى بر الأمان لتطوي نهائياً صفحة الرئيس السابق محن شريف حناشي الذي تربع على عرش الشبيبة لفترة دامت حوالي ربع قرن اليوم وبالرغم من الانتقادات الطفيفة التي رحى ضحيتها أعضاء الديركتوار بالإضافة إلى شائعات المركات الشتوي إلا أن الفريق لم ينهز منذ الجولة الثامنة والأمور كلها توحي بأن وصفة الإدارة الجديدة ستعطي ثمارها قريباً لنكتشف الشبيبة بحلة جديدة اشتركوا في القناة شكراً لنسلين مكتوني فعل هذا الموضوع شيخ والتي لحميكوك في الكيكوز تشوف فيديو الله أله ألاعنى يا حميكوك إن شاء الله ألاعنى قرن حيث يستهلون يستهلون جوند يكيب نعم نعم tio السم Acts 19 لقمر الكلمة تتحاولين لم أالي ألاكم بالرغم لديك تمethك لا Lauren لا نظر كنت لم أخ found out الان امكتاب المسخزين نعم ت bondي في المونة اهل تتح للمشاهدة ولكن امكتاب المزانين بشOK سوف يظهر المنشفين ان القتاب المتاب ثابه في الأعلان تم تتح للمشاهدة الموجود الفيديو وتم تتح للمشاهدة للجلب ان تتح للمشاهدة ان يتح للمشاهدة ان يتح المشاهدة انتظه من algunos للمشاهدة في اللعنت محن المدينة، توجد الأ microbiراقبيari، من أجل الإطالي، حميمة على جمع الأجنان، فاكتب، في أجل الأجنان، لأن تحت 10 أجنان، توجد الأجنان، من الأجنان، تسأتي وتريدي إلى جميع الأجنان، وفي الجمع السلام، غير من أجنان، عندما يجعلون لجمع أجل وهم البلضي الأجنان، وماذا نظر، أدًا؟ وماذا نظر، أنت بالظام، ليس لدينا أجنان، الوحدث فلفز 무서دةятиحين理. لن يجب عليكم أنك أخبرت المستخدمين في منقلacco؟ أكثر من أننا نسيلي . أحصل telef aún hard . هل Trafal repentance مالجموعة ؟ أج før posنح الإنجال . ونخدمacağız . جنيرال ماناجر نعم ديركتور سبورتي في جنيرال ماناجر على الجيريين على الجيريين ونقولوا نعلم على أرسن فنجر إن شاء الله نحن نعلم إن شاء الله لن نعلم الفوتبول لن نعلم لن نحن نحن إن شاء الله نكون المهم كما تقبيلها الجماهير هادو كليش فيناهم والله غير يستهلوا كتر شيخ رحيات كتر كبيرة لأنه اليوم الموضوع رح تكون شبيب القبائل بحلة جديدة اليوم طاقم إداري جديد ديركتور جديد مدرب جديد ولو أنو رح مع الطاقم الإداري ولكن مؤخرا سمعنا بعض الصريحات وبعض الناس اللي كحب تدير بلبلاء على بلاء شهيدة صحيحة وخطأ ما نتهمهم شو سي وين يقول لك بعض الناس جت اليوم تستفيد من شبيبة القبائل بمصالح بمصالح طبعا لا أنا والله أشوف يعني ما كاش اللي جاء باش يخدم مصلحته الشخصية الشبيبة ما كاش اللي جاء الإدارة السابقة استفادت واشتفادت نحن الحمد لله يا ربي نحن كما يقول لك الناس تعرفنا فهمت وتعرف أمورنا شخصية فأظن أن الحمد لله مش باش نقول له الشبيبة أنا قلت لك لحمي تشوفك بنادي مضحها بعيلته وضحها بأموره شخصية للشبيبة مش باش نستفد ولا المجموعة اللي معايا ولكن ما تسمعتها أزدين كاينة كاينة أظن أظن كل واحد اليوم كل واحد أو يأول فأظن يعني شو قلك اليوم اللي عنده بيان ولا اللي عنده دليل يخوي يجيبونا أنا بلغ ما يشوفوني كامل في الشبيبة إذا كان أنا نعمد على روحي ولا زملاء يعمدوا ما كان حتى إشكال في هذا الأمر هذا نتحملوا مسؤوليتنا نتحملوها يعني نتحملوا مسؤوليتنا ما كان حتى شي ونتحدى ما كان واحد مشابنيتو في أمر ما خدمتو لأنه مستثمر مستثمر حب استثمر هذا كيف الأجنبي الإيطاليين حبين نفتح لهم كلش وهذا جزائري ما نفتحولوش أظن الأمر يتعدى يعني بعض التأويلات فقط هذه أمور شخصية بالك الناس بالك يعني معجباش الحال كسيد جودي مع المستثمر الجدود لجوف شبيب القبائل ومجيني سيد زواوي أنا كوزي للديركتوار الديركتوار في هاتل الأعضاء أنا أقول لك أنا أتحدى أي واحد عنده دليل باش يقول لك هذا الدال وهذا الدال اليوم نرفعوا المستوى اليوم شبيب أمريضة نقوله بكل صراحة شبيب أمريضة أنا أتقلق على الشبيب أو نتقلقه أنا أتحرسم أحلى في أولادنا أولادي أرغم يقرأوا بعاد عليها في بلد أخ في بلد أخ ونراني هنا وحدي يعني إذا كان بنادم يدير تضحيات كامل باش يجي يستفد يجي أحنا الهدف تعنا شبيبة تولي شبيبة خاصة تولي ضروري باش شبيبة اليوم تولي إلى مستوها إلى المستوها الإفريقي عزديم كيفش نقيته شبيب قبائل لما شرفته على الفارق الإمكانيات كيفش كانت الحالة على فارق شبيب قبائل أنا أقولك والله شوف وكما يقولك ديما نمثلها إلى وش خلالك جدك أظن أن الأمر غير عادي يعني مكاتب تعبلك من عبد القادر الخالف لا يرحمه إلى بالقاسي حرام أنك تجي في 2017 وتلقى المكتب اللي كنت لعاب وكنت مدرب الفئات الصغرى والفئات اللاخر ما زالوا نفسي نحن أول أول يعني لوندومة بعد غد اللي حكمنا شبيبة بعدما ترسمتوا في تسير شبيب قدر خرجنا المكتب هذك وكسرنا كلش باش نعيدوا شوي نعطي صورة جديدة نعطي صورة شبيبة لأنه حرام اليوم أنك تجي وكان غدوة الجزائرية تجي وهمكتب ح 저緊 جعلال لنبحان معتating موساقى موساقى فاقي موساقى موساقى فموساقى تشكتب الرشاكية على التكريب انتصاد تحبب الرشاكية امنع أمام المحل تحبب الرشاكية هذا كان من المشاركة وشكتب المحل دعوني بسيطة في مدينة كان يبعدين تعمل التالي على الوزتك لماذا نحن مرحبت كن لماذا نعرف الهاتف لكن لذلك مدرسة والمدرسة والأشخاص لفتالي الحنенное من الحياتية التي ح достигается لجسك القراصة والمدرسة بمدرسة لا 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 أقوم بلغسرة لا لاؤلاء في إذاً لا بجسك تجد أن يكون لغسرة لأنك لغسرة أخرى لكننا نحن 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 نهارة ألا أنت رجل مدرسة نحن 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 نخاذج لكن الحن لجسك لنجف لكن الأجل المدرسة لا اتكلم بيش لا اتكلم بيش اليوم انا نفتخر اننا دي أشياء جوارك ديروا دي أشياء ونسحوا ونفتخروا بيهم ولكن الشابيب لا نقوم بها أشياء لان من نقوم بها إذا كانت كما كانوا بيجانا نقوم بها عندنا زمان حتى 200 أطفال، يمكنكم إيجادت المشاكل من المشارات من المحضة هذا ما يسمون، يقول لك الحب التاعي جماية واحدة أخرى وليس مجرد شبيب لأن شبيب التقابل لم تعطيت له أي شيء. لم تعطيت له أي شيء من الملاعب التطور عندما تعطيت الإدارة السابقة سمحت هذا 13 شهر أو 15 شهر لم يكن عدد شبان وليس نريد أن نقلس لهم في شهر الأول لم يكن عدد 5 شهر لقدم لكن ذلك عندما كانت المعرة للمعامل يتبعون إنها جاهلة أثناء لا على أن للمشابيبا كبير من الأن كبير من الأطب كبير من كبير من كبير من سيد يرى الشياطات هو الشياطة أيضا نعم نعم سندي سندي نعم في هنشي في رأس لسنة سًا جبان قد خلت complètement à côté sur les quatre dernières années la dernière fois c'était avec toi qui avait vous aviez été finalisé la coupe d'algérie deuxième en championnat depuis on n'a plus rien vu mais les problèmes de terrain c'est des problèmes qui se posent à l'ensemble des clubs je termine c'est des problèmes qui se posent à l'ensemble des clubs je me dis les sections football c'est pas une obligation pour la gs d'avoir une école de football mais par contre sur le financement الargent, la politique ورائنة au niveau رégional de la JSK ce sont des problèmes qui se posent لكن أمر سؤال لعزدين كما قلت تقول من قبل لأن الانتركيز 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 في كورد قادم شفنا بعد راحل حناشي جا سيد صدمي كالحاكم لديركتور il n'était pas اكسينار جاءتوا الآن توم في شبيب القبائل il était otage il était otage otage يعني هو هو لخيار يكون في شبيب القبائل حيوال أنه وكا تعدوا الشجاعة كالناس بزاف في شبيب القبائل داروا مسيرات على حناشي ولا كما جاءوا الشبيب هو يجاه حكم فريق شبيب القبائل كما راح وفاكم راح الدكما يزيد يعني هما يعرفون ورحم أن يقولوا أن فريق شبيب القبائل انتم الذين جاءتوا هل ستشرون دخلوا في القبيطال وقتا سيكون العمل هذا what do you think you want to go on the director you want to go نعم شبزاف خاصهم يفهمو يفو comprendre كل جيسك est malade دخل خاص نداويها نعم 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 يا جيسك مريضا دركا نعم 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 رابد ونحن أبناء الفريق يقول لك أننا داخل يعني ضروري بش نعطي نعم 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 لك نعم بلد عشب الى اللدفين لظيفة هذه العجب لكن نحن ننطباً بالفعل وعندماً الآن في الناس مجرال الرياضي ماذا أنت في الوناس بالقناة المستخدمة فإنه هناك سنفت أولاً هل أنت بحث تتثيراً هل أنت بحث نحن بحث تتصنع عدت؟ مقالع دائما في الحركات، نتعلم للاستجارات من الجامعة، ونحن سنوات التعامل، في الفترة المحافظة، المعبوبات، والبقائل، بلداني جدا، نطفل على جيد، نسيق جديد، ونحن نتبدأ بشياء لنسيارًا، لديه الأسئلة، لدينا تلك للجامعة، لدينا ليس مجدًا، نحن لا نستطيع المشاهدة من الكثيرا لكن على المستحيل نفتحى اليوم يجب أن نحن نفس المشاهدة يجب أن يكون مؤسسين على الجوانه يجب أن يعمل الكثير من المشاهدين تجب أن يبقى للمشاهدين الممتحية للخطط量 لك taking place تتبع في هذه المشاهدة تعلمت بس صادقا صدقا للعبة الليلة تنبغت una situation, أقولها نحوصًا، سألتك، قبل أن تنبغت ما هو الإنقائي، ما لا يوجد عاد ما يوجد عاد ما دائمه، هل يوجد عادنا،، وفقًا، جسورًا، وفقًا، وفقًا، ما هو شيء المزيد من المشاركة، لكن في الناس أسدين، أسدين، قبل أنه لا تتحدث بقمن، من أنمنها، وقم عاما، عادتون لأسدين، سترون Sonarchيان في أين، Pourquoi ils avancent sur des O ? Parce que leur situation n'est pas claire encore. C'est vrai qu'ils sont là, ils sont présents. Mais administrativement, il faut aller le plus vite possible pour régulariser une situation d'investisseur. Parce que quand Asdin me dit « non mais moi… » Soit on est investisseur, soit on l'est pas. C'est aussi simple que ça. Parce que demain, Asdin, vous pouvez me dire « je vais faire, je vais faire, je vais faire ». Il suffit que demain, des membres du دائما يقولوني المترجم الى انهت دين العقار مقال يسعد وكيفية شكرا؟ وهي فيه له 17 ملاد من المهم هناك وكم بإعادة 17 ملاد من المهمين يحدثنا في البعض إنه سيائسة يكون سيئسة يعني أعصب وهم كل محقا واجه راديك كان يحب كنا يمتلك قام اللحة تتتتتتتتعي إن كان صحيت كثيرا就ciًا. لا نوعي، نحن كثيرا. لماذا؟ سنفعلنا فى فكتنًا. يجب أن يضعون 20 ملاد. يضعون 20 ملاد من ملادها. نتظرنا أن المترجم تقول أنكم سيتأن Merkel. إن كثيراً يكبرون. هل ستبتك لها فكتنًا؟ كان أساناً. نالك نعمل مجموعة. ولكن نعزبنا الآن في termقال 45 دقيقة في السنة. يوجد تصريحاتك على تقنية. تكلمت على أنه ابن شبيب القبائل ماشي بالضرورة تلعف شبيب القبائل في الأكابير وقلت أنه مستوى بعض اللاعبين ضعيف نوعاً ما كيفاش ربما تصريحة هذه جات كنت ربما زعفان نوعاً ما أو سين غياليتي ليراي في المجموعة أو كاين كاين صراحة يعني كاين فو يونو باكاشي ما نخبيوش عن الناس فمت خصنا صراحوهم بالليك إذا كان إحنا نزوخوا ونقولوا خاصوا الأولاد الفريقي اللعبوا اللعبوا ومن ثم و macroحقولون خمز بالفعل لا توجد ذلك. فهذه من فقط. ما يُجبب أن يكون هناك جرات يجابه يمكن أن نتعرف أسدقاء أو يتسلحون أو يتسلحون ويجب أن يتسلحون ويجب أن يتسلحون كذلك لأنني أفعل الأشياء لأنني أريد أن أجد أن يكون هذا المناطق مرغبا لا يجب أن نتعرف من أجل وعندما يتسلحون أعطينا أعطينا أكثر أحداً في شبابا. وفي أعطينا أعطينا من أعطينا في شبابا. هذا هو المدلسة للجسكة الماضية التي تتعرض لنا. وفي أعطينا أعطينا في شبابا ، يجب أن يحب ذلك. فميليتي بشترفت بشابة القرآن ساعد بالكلم والله غيرا أنا صراحة تلاقيت به والإخوان تاني حضروا مع شكون ما يتمناش يكون عنده ساعد بالكلم شبونس كأنا لسالة تاعي كانت واضحة قلت له هاجي أروح أروح دورنا مرحبا سيسك ضخامي ميوجودوي يعني لبالي شي ولكن وراء والمشكلة ربما رفض يعود إلى الجزائر وربما مشكلة راتب أو مشكلة تسعين صالير نعم بلك هو قبل ما نجي لشبيبه قال لي ماذا بينا نمشي للخارج ضبك جونسيب عنا ما ندخلوه بعد ما تكلمت معه ما زالت وزوغ يخمم أن يذهب للخارج نعم هو بلك تعاطف معنا بغا حبنا كي يشوفنا في شبيبه قال لي كي كنتو مالي راكم هنا بغا حبنا بغا حبنا كي يشوفنا في شبيبه إن شاء الله إذا كنت توفق لفائلق شبيب تلقابائد راح مباشرة إلى فاصل وبعدها سنتكلم على الدربية بين الاتحاد البلدية ومتولاتها إن شاء الله وانشرفت في أحد المواسم عندما قلت على رأس الاتحاد العسيمة وعشت الدربية هذا ديما يسمى مولودية حاجة أخرى يلا بعد الفاصلة سنتكلم على هذا الدربية فاصل وبعدها سنواصل موسيقى 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 مشاهدان الكرام مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجيكم الجزائر يفوت يلا بعد ما نتكلم لنا شبيب القبائل حال الوقت نتكلم على الدربية العاصمة بين المولودية والاتحاد في تيارة من عود موسيقى 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 حسابة مختلفة بين الفريقين في موقعة ملعب الخامس جويليا فاتحاد العاصمة بت يعاني الكثير هذا الموسم بسبب سوء النتائج التي عجلت برحيل بولبوت خاصة بعد الخروج من الدور النصف النهائية من رابطة الأبطال الإفريقية وتعويضه بالمدرب العائد ميلود حمدي الذي سقط في أول اختبار له ضد شبيبة الصورة لكن الكل داخل أصوار الاتحاد يدرك أن الفوز بالدربي هو الطريق الأمثل والأنسب لكسب ود الأنصار ومن ثم التفكير في كيفية العودة إلى السكة الصحيحة عند أبناء سوستارة دربي يعني مما ليس بورتير سواء المولد الجزيرة والاتحاد العاصمة يعني تربح الدربي ذات ما يقرأ سيولا كما نقوله يسمحه لك في الطرف المقابل وعند الجار العميد وإن كان حاله هذا الموسم أفضل نوعا ما من الغريمة التقليدية لكن حسب نتيجة الموجهة لا مفر منه لإرضاء شنوا وهو الأمر الذي يدركه جيدا المدرب بيرنار كازوني خاصة بعد نجاحه في كسب ودي جمهور المولودية بعد صراعه مع الرابط المحترفة ورئيسها محفوظ قرباج وهو يعلم أن الفوز في مباراة ثلاثاء سينصبه ملكا لعميد الأندية كما فعل من قبله مواطنه روبير نوزالي هذا من جهة ومن جهة أخرى لتحقيق ثاني فوز له في الدربيات هذا الموسم بعد الخسارة أمام شباب الوزداد ونصر حسين داي والفوز على نادي بارادو لكن في السنوات الأخيرة الدربية العاصمي بين المولودية والاتحاد غابت عنه الفرجة داخل المستطيل الأخضر وانتقلت إلى المدرجات شكراً للمشاهدة يوم أميريد حمدي أكد على غياب تولات المفتاح سعيودي أوسي مزيان ضربة مجعلة فرجة تحدل خاصة مفتاح أمه كان كانوا أحد سعيودي أو مزيان في الخمسة يمنحون ان تكون مستعد من الجيلالي لكن في نظام لكن في نظام ينسى الى المشاكل لكن يتوقع الى المشاكل انه يتوقع سيدي سيديه لأنه يتوقع سيديه ويجب أن تتوقع سيديه سيديه وما انهت حول للتران سيديه ويالنسى هو الدافت. ولكن هذا سيكون مزيد. والعرفة لننهائية. نعم الآن لننهائية. بالنهائية اسمي مع شعورة. سيكون حديث محقوقك. لأنه تتعرف مع المدنة وفي الوقت تتعرف مع المدنة. يتعرف مع المدنة. النحو مدنة أولا بربط إلى المفاقرة الخير من المدنة، لتتعرف مع المسيسات المدنة. يوجد أن الكن تلمتني لتبدأ cookies والأمر فقمت نحن نجسأ وقتنا نحن نحن نظيفهم وفي الأشياء وفي الأشياء فكرة أحدهم من المترجم أعطي بأن أين لنيل أريد أن مرجعها غير أحدهم بها وفي الأشياء وفي الأشياء يقدرى هم خ resolنا وفي الأشياء والآخرين الأشياء وفي الأشياء مجموعة وفي الأشياء امال التساقية في المعارضة أعنى وفي الأشياء يجب العديد يجبه آفاقهم الج ağ أدوّ يبدو يسعد وموضج يسعد يجبه tengo باردلو كي Ronعقدتتي العديده دعن بالمثل المح popular ايه باردcreat وله بارد لغ خطاق والمحاف curtains لا مو ثم 어떻ل باللمس الحقيق اجتبكون من depل إلى ماركة ذلك رجwsنا وه socialist تش utilisة تشبvordan ذلك هناك و ، هذه هي 浅اني على حمدي وهي من الأول وهي لgs أننا للا ي Character لك لن أميلي بحقاً وفيذها من الميزل ذلك الواقع على اجابة أيها الأهلة لسياريو الأصبع وأعطي لسياريو الأصبع على المساة سياريو الأصبع على أسسران بس مرسل ذلك فورما أصبع على فَتجنه عندما جاءت لاحصاً سياريو الأصبع أنه أصبع على المساة ولدنا بلجيالي ننطلع نلاحظ شكل لاحظوه طلعاً يوجد وضع فقال كيف سوف يخبروه؟ يتقالأ على سورة 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 ولكن سورة 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 أحسن لا يتم تجربون الى البنفس لكن الأن أوضد أين وقت يؤمنون لا يوجدون يقدم بشأنه ما أبطأ مستوى في النجو وعلى الوصول بأن البنفسي فهي جديد الحجر في اليوم اليوم بالعبوز يتبعون افضل الناس وديه مع الشيخ يتبعونه في الملعب لا حقيقة إننا شاطران مرايئ لأننا منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي ونكونا نشوفه دي ديربي خاصة في راكوب درجي لألف وتعمية وتعمية وتعوية 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 فاموز دمي فينال بين المولودية والاتحاد نقول لهم كناش نشوفه مستوى كبير كنا نشوفه حسين آشو يسجل هدف من كوكب آخر عامر بنعلي يسجل في أهدف لكن في المقابلة نقوله في الموسمين الماضيين يا زيد شفنا قبل الموسمين اتحاد العصيمة كان رابح 2-0 مع المولودية المولودية رجعت في المقابلة وانتهت في ديربي 2-2 وصي يافي حمدي حمدي كان حمدي اللي كان على رأس الفرق اتحاد العصيمة ومن جنب آخر كان لطفي عمروش الموسم الماضي بالعكس المولودية كانت رابح 2-0 في ملعب 5 جوليا في النصف ساعة الأول اتحاد رجعت دير 2-2 ولكن بعد هذك الربع أهداف عودناش في المقابلة أن ريت نتحها نزل يعني كلية نقوله أنه وشفنا في الموسمين يعني بالشربالك راح نشوفه مستوى أحسن يوم الثلاثة ان شاء الله ان شاء الله تفضل طبيب نفس الرأي يزيد كيمانتا سهي افكتب ممغي لدى درنيه عزاني الاسبكتاكلي كانت في التريبون وفي أين على بلقبلي الفريق المغربي يلع فاتي لكاليفيكاشن تاعه المونديال بأغاني تاع خمسة جوليا المدر بتاع المغرب يغني يغني في أغاني كان حتى صحفي مشهور قال الأغاني تاع الفيرق التونسية والمغربية مستمدة من ملعب خمسة جوليا كان وكان واحد العلاقة بناتهم يسنوا مم في سيسبوك في سيسبوك 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 تاقضية. لهم أرى بشأن دوائنا دائمًا لكن بالتعب التطبيق عليك من الأحيان أن العبطرون يؤثر فهمة كل مفتاح؟ إنهم يجب أن يتض Milesي أولهم يجب أن يتضع اللقاء ولكن بالحقم اللذي أكثر ليس استلمى أنه ليسيسان أني انصبت عشانة لديهم تحصل لدوائه أعلم أنه في المخصص الأمواضي تصبح من منذ الأبن حتى الآن وفي أبقيه هناك الكثير من المعينة في الصورة، يجب أن تجد في المشاهدة، للمشاهدة ويجب أن تكون تلك الأمواضي ويجب أن يكون هناك أيضاً ويجب أن يكون هناك ممتعي وأيضاً، في الوقت الآن، على الوقت تبدأ للمساحة الأمواضي كما يروني، أمتعوني يأتي بالطبع. لقد كنت أعرف، أنه مدعيش، لقد كنت أعرف، أنت تسجسل، أرحب المنزل، أنت تتعرفون في دعوة التدريسة، كان هناك وقت ضد أجب. ومن ثمين أنت أعرف ذلك، ومن ثم أنت أعرف المنزل، فرقا بشكل كبير، ومن ثم المتنين، وأحما أعرف أيضًا، وخلوق أيضًا، فلن أعرف كيف يكون أعرف؟ أعرف كيف أعرف أن أعرف؟ أجل ، في أجل , سوى تقول الأسدن موان سوى أنه يتحدث ، كنت أجل طريق مجمع لقد أخبتنا الوقت هل له أ impeجبين يتعب أن تكون هناك الأّ أكبر وهي ن ألتدني الامتعي والـ الأراف يأتي للغاية لا يتجع. هو هو من الأولى أن يغيق. سترى أن تقوم بها في التعليقات المنسبة للغاية. ملتك بغاية في هذا المنسبة؟ على الأعلى في في العام في دواله. أصابت بالتعليقات. لكن في أيها المنسبة لكي تجع. وإمع أنها ذهبت على المنسبة للغاية. يمكنك أن تكون في شجرة في هذه الفترة. لما كانت مرّوحي المنسبة للغاية التي تجع . Mais plus important C'est que Ne pas perdre C'est C'est à l'extérieur C'est d'autres matchs Mais le derby C'est pour une expression T'as Ammar Qu'il répète très souvent Il a peur de prendre la valise Oui mais quand il y a Une grosse différence de niveau Là les deux équipes Je vais vous dire Ammar tu vois Le derby de l'année passée 10 minutes de jeu 2 à 0 Je me souviens Je l'avais commenté 2 à 0 C'était super Je vais vous dire Sur ce type de match مدعك من يمكنها العيلي منه من مدعك التي يمكنها أن يكون quieres في المساعدة هسنا الى عمثالات كان هناك مدعك هل لأنه ممتعه касيزنا معهم لكن قد يجب أن يكون الأمر هو سرع بسيطاني هو سريعة وإنه يللل اشتركواه هو حقيقي هو حباتش لأنها قولة ستتراج نحن المساعدة إلى جمع يمكنك أن يوجد ويقولون مع المدع يمكنكم بين العائلين والجعائلين والجلسانية هناك الكثير من المساعدة على هذا المساعد ومعالتنا في حالة المعارضة وهناك اختارة لدينا ربما الأرقام بين البعض والمقالية في البطولة للمنزل نجاح الانتحاد ومرقم 39% مقابل 27% مقابل الانتحاد العصمى و36% مقابل هذا في المجموع في كل مقابلة في البطولة كانت عشان يفوز المولودية وربعة عشان يفوز بالفعل نحن نتمنى إن شاء الله يكون مباردة كبيرة في المستطيل الأخضر ومباردة كبيرة في المدرجات لأن الداربي أصبح يتابع من طرف أكبر القناوات العالمية نحن نتحدث عن تيفو نحن نتحدث عن تيفو نتحدث عن تيفو نتحدث عن تيفو ما بين الجمهور الفريقين يقولون تيفو موحد نحن نكون حاضرين إن شاء الله في المباردة فتشوفوا هذا الحل بين الفريقين قبل أن نختم حصة اليوم بعض الأسئلة فيما يخص شابيبة فيما يخص مع أمارة بوروسي أعتقد أن ساعة من الزمن جازت خفيفة سؤال إلى عزي مأي جودي حول شابيبة القبائل السؤال يعني راح يكون تكون للدولية في 2014 كنت خسرت نهائي الكأس ضد المولودية في بوليدا تقلاصيت يعني دوزيان في الشامبيونة ولكن بعدها ترتدخل في الإداءة مع سيد معمار جبور ويكونت مريض عملية جراحية سيدي عزي دين تنحى من شابيب القبائل وستنجوا بالمدرد إغو بروس يعني يقولون البعض أن شابيب القبائل كان الطرفية اللي راحت عند الرأي السابق حناشي يعني تكلمت تعليك ودرتك مشاكل مع سيد حناشي كيف عشت الفترة هذيك هل هنالك إعلاميين ومن هم الناس اللي كانوا وراء ترحيتك ربي أهدي فرمت ربي أسمح له ومن هم الناس اللي كانوا وراء ترتدي تحضر وحصلت على نفسه وماذا تتعلم معمار أدونا وماذا تتعلم وعندما تتعلم وماذا تتعلم كيف حتى عام كامل مرغري تتعلم وماذا تتعلم وماذا تتعلم وإخوان فهمت هم كانوا دائما يشوفوا أي جودي كخصم لهم لكن في الحقيقة نحن نحب شبيب كما نحن نحن يقول لك أنا نحب الشبيب أنا تنين نحب الشبيب فهمت يقول لك أنا حياتي قلت لنا يعني كانوا ندير مقارنة سلبية يعني أبرزيدان هو يحب يدلك هو يحب يحب لاقو أعتقد أن تأويلات سلبية غيرتان أو حسدان هاو ماللزمون ماللزمون لذلك ما أحبت لدلالي الخير ماللزمون ماللزمون يوجد لذلك ماللزمون يوجد لذلك نشوفهم في أوضاع مختلفة اليوم وقفوا معكم اليوم وقفوا معكم الناس نعم في أوضاع مختلفة يقول لك فأنا نمعك لكن نظن بالليك اللي أعلم أنا أقول هذه رسالة لأنني سألتني ما يجب أن يكون ترجمة نانسي قنقر